كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة من ناحية المسؤولين لا يرونوا شيء في العين في تيبر هذه هي مدينة صغيرة وتعتمد على السياحة كما قلت السياحة خارجية وداخلية يتم ومن ناحية الوزارة والمؤسسة الكبرى بالروادية لا يوجد اعتبار هذه الشوان مدينة صغيرة يعني لمشت السياحة ومشت إلى كل شيء نحن نعانى ومبيعوا الشرواء وكان يتحقون وشيء يعني السياحة في منزل ويزيدون في الغيروعة ونضخل لم يتدخل الشوان وشوان صغيرة عندما لديها شيئية معاملة لا يوجد أي ذاية كبيرة أو شيئ لاتقا يستطيع بالفعل ولكن الإنسان يوفر شيئ فيما الوضعيه صعب مع كورونا والعالم أعرف ما يكون هناك أسراء العالمية كم قدموا في السياحة من هذه المدينة بالنسبة لكي يتعاني كثيرا كنت أتمنى بأن هذه المدينة تعتمد على السياحة الخالجية والخصوص من خاربة، التي كانت الأممار التي تقيها حاليا لا توجد ذلك ونحن نحن نشاط أصباد السياحة كنت تتعاهد الأممار ونحن نرى هذه المدينة فأرد الأممار تحتاج إلى منتراً شي حاجة في أقرب وقت من الصف بحيط من الناس يتمنى وغش يعمل اللي خاح ويدوس كل شي مزيان ونتمنى وغربة كاملين يكون مزيان موسيقى موسيقى قصص شيف شاون وماتو العانيه عانيه الكثير من القطع السياحي اللي هو المصدر الرئيسي للدقاء والاقتصاد المحادي الى المدارة شيف شاون يعني بفعل الجائحة والظروف دياله ومهن كان أسباب عدة اللي يشعرونها في مستوى السياحة نقيص والدخل الفرضي ما كان ينقص بقوة بسبب كورونا يعيش العالم كامل يعني العالم كامل كما العرفه كل كل دولة وعند الإجراءة دياله والاحتراثية بسبب ديالكورونا ويشعر أن ترصيبا على الاقتصار سوى الشهور نفسه ومدن المغربية الأخرى على ذلك أن يبقى الأمر والإنسان ممكن أن يعيش بأمر خصوصا أن الدولة المغربية استوردت أحد المجموع اللقاح نطلب الله أن يكون عامل إيجابي نسبب الاقتصار الوطني عاما واقتصار محلي ليشفشان خاصة نطلبه عن المغاربة الداخلية استجعوا السياحة الداخلية حيث المولد الرزق لواحد النسبة كبيرة بالأخص المولد كان اعتمر السياحة ولا استجعوا السياحة يعني لا قاموا بزيارة لها المدن ويوقع واحد النوع ديال رواج واحد النوع ديال التحرك بالنسبة المحلي كتاجر كان عالخو ركود في هذه الشائحة بالنسبة الرواج ما كان شيء رواج ما كان شيء إقبال وبالنسبة كين مصارف كين الكراك الكهرباء كين بزيارة الأمور اللي كان عانوا من هالإخوان اللي كان مصور المهنادي اعتمد ان الاقتصاد يبدأ شوية شوية يبدأ في التصاعد ومتمنى المسؤولين انهم يفتحوننا النقطة ديال العبر اللي يعرف فالضروف لي يعرف اغلاق تام وبالنسبة للسياحة الداخلية كان نتمنى انهم يفتحوننا المواقعات وميفضوش على الناس الرخاص استثنائيا يمكننا تنقلوه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يبصلكم كل جديد